السلام عليكم بالبداية أحب أن أرحب بكم وكالات إخبارية قنوات تلفزيونية صحفيين إعلاميين وفي نفس الوقت ألتمس منكم العذر بسبب قلة التواصل بسبب ضغوط العمل ومناخات الوضع السياسي أحب أن أقرأ عليكم اليوم مقرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم أو من ثم أكون شفاف وصريح معكم واستمع على أسلتكم ومن ثم أبعث حسابة للشعب العراقي عن طريق مؤسساتكم اجتمع مجلس الوزراء لهذا اليوم في الجلسة العشرين من عام 2022 وتابع ملف وزارة الصحة أو الوضع الصحي واستدعى واستضاف السيد وكيل وزارة الصحة وتقدم تقرير عن إجراءات المتخذة بخصوص الحمى النزيفية والأمراض الأخرى مثل جدر القردة وقدم وزارة الدعم المطلوب لوزارة الصحة لاحتياجاتها بما يمكن مدى واجبها وكذلك الوقاية من هذه الأمراض مجلس الوزراء ناقش قضية مهمة جداً تقنع موسم الصيف ومشكلة الكهرباء والحرارة واتخذ بجموعة قرارات لدعم المولدات الأهلية بمادة الغاز في موسم الصيف لتخفيف على كاهل المواطنين حيث صوت المجلس الوزراء على مالي تزويد المحافظات بزيت الغاز المطابق للمواصفات الفنية التسويقية المثالية وعدم استبداله بمادة الديزل وكذلك زيادة كمية تجهيز مادة الغاز المجهز للمولدات الأهلية وفق زيادة الساعات القطع المبربج من خلال تنسيق بين وزاة الكهرباء وسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وكذلك اتخذ قرار بدعم المولدات عدم رفع سعر مادة الزيت زيت الغاز والابقاء على سعر معمول به حاليا اللي هي 400 دينار عراقي كذلك ناقش مجلس الوزراء استحقاقات المواطنين فيما يخص ارتفاع الأسعار وانعكاسات الحرب في أوكرانيا وروسيا على سعر الموادة الغذائية في العالم ومن ضمنها العراق واتخذنا قبل حدود ثلاثة شهر مجموعة قرارات حمنا بيها الأسعار ومنعنا من ارتفاعها عن طريق تأجيل موضوع القمارق والرسوم واليوم ناقشنا واخدنا مجموعة إجراءات تمديل على القرارات السابقة حيث ناقش المجلس الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها سابقا لمواجهة الإزمة العالمية ارتفاع الأسعار الموادة الغذائية والتي ساهمت باستقرار نوعي للأسعار في العراق حيث حصت الحكومة العراقية منذ أن شهد العالم ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الموادة الغذائية وصل عدة أنطاف الأسعار المتعارفة عليها إلى اتخاذ عدة قرارات جريئة متمثلة بإعفاء الموادة الغذائية ومواد أخرى وكذلك متابعة الأسواق وتقوم حكومة مجلس الوزراء بمتابعة الجراءات متخذة حيث تنفيذ ومن ثم استمرارا لهذا القرارات صوت مجلس الوزراء على تمديد العمل فيما يخص إجازات الاستيراد لغاية 1 أكتوبر من عام 2022 ومعدل نهائيا وكذلك مما تعلق بتصفير رسوم القمرقية إضافة إلى قرارات عالية تساهم بالحفاظ على الأسعار ومن هذا المنبر أحذر المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وطلب من الأجهزة الأمنية أن تقوم بواجبها بمتابعة أي شخص يحاول تلاعب بالأسعار بعدما حصلوا التجار على العفاءات القمرقية حتى يحافظ السوق على أسعاره كذلك الحكومة ناقشت اليوم دعم قطاع السياحة واتخذ مجموعة قرارات على ضوء الرؤية التي قدمتها وزارة الثقافة والسياحة لدعم قطاع السياحي والتوجهات المستمرة تفعيل وتعزيز الإرادة المالية للبلد ناقش مجلس الوزراء بشكل مفصل المخترحات المقدمة لدعم القطاع السياحي حيث جرى التصويت على عدد من القرارات المتمثل بفتح المنافذ الحدودية البرية أمام الزارين استعداداً للزيارات الدينية المهمة وقرارات أخرى تعلق بسمات الدخول الممنوحة للزاري وكذلك ناقش مجلس الوزراء ملف مهم وخطير يخص حياة الناس اليومية ملف الكهرباء وجرى اليوم استضافة السيد المكلف بوزارة الكهرباء الذي قدم عرضاً عن واقع الطاقة الكهربائية في العراق وصوت مجلس الوزراء على قرارات تعلق بتجديد التعاقد مع الشركات التي قدمتها الوزارة تجهيز الطاقة الكهربائية الموضوع الآخر المهم كذلك المياه وشحة المياه فقد جرى نقاش موسع للوضع المائي والجفاف وشحة الواردات بحسب توقعات السنة المائية وتقديم كل الدعم لوزارة المواد المائية ووزارات البلدية ليقاف الضرر المؤشر في كل المحافظات العراقية بالنسبة للأنهر الفرعية وتوقف محطات الإساءة وتحلية المياه للمواطنين حيث تم التصويت على تخصيص من المبالغ المالية اللازمة لكل المحافظات والتي تراوح ما بين مليار ونصف دينار عراقي إلى ثلاث مليارات دينار لكل محافظة بما يتضامن باستمرار عمل مشاريع المائية في المحافظات هذه قرارات مجزاري هذا اليوم والآن أريد أن أتكلم عن ظروف البلد وظروف العراق ولكن قبلها أنا ألتقي بمجموعة من الصحفيين اللي هم زملائي حقيقة أنا عملت في هذا المجال فتحة طويلة وأعرف حجم المسؤولية الملقاة على أعادتكم يجب أن نحترف في العراق هناك حرية صحافة وحرية تري ويجب أن نستفاد كيفية الاستفادة من هذه الحرية وكيفية كذلك الاستفادة من غير الإعلامين والصحفيين بتوجيه النقد البناء لتصحيح كثير مسارات الدولة السلطة الرابعة هي جزء مهم في أي مجتمع فأتمنى عليكم أن تساعدونا بتقديم النقد البناء الموضوعي المنبني على مصلحة عامة وليس ضمن توجهات سياسية أو تصفية حسابات شخصية فمرة ثانية الله يكون بعونكم وعدكم مسؤولية كبيرة فكل الدعم اللي تحتاجوا من الدولة للمساعدة في الوصول للمعلومة نحن جاهزين لدعمكم الآن أدخل في بعض تفاصيل ظروف البلد ما يغفر السر عليكم تعرفون جميعا كيف حصل تأسيس هذه الحكومة والظروف التي أتت بها أتت بظروف صعبة ومعقدة حراك اجتماعي الشباب تطالب بالإصلاح بالنظام السياسي وتبحث عن فرصة للأمل للمستقبل جاءت ظروف هذه الحكومة بعد حركة تشرين والمطالب الإصلاحية ومن ثم استقلت حكومة سابقة مع انهيار أسعار النفط وباء كورونا كان في أقصى درجاته مع وضع أمني معقد جدا جاءت الحكومة وقبلت المسؤولية قبلتها وكل ظروف النجاح غير متوفرة البعض يقول له لماذا قبلت؟ نعم قبلت لكي نحقن دماء العراقيين هذا البلد مرت بظروف معقدة منذ أكثر من سبعين سنة سبعين سنة العراقيين يعانون من الحروب من الدكتاتورية والسوء الذي داره والفساد أنتج وضع معقد ومن ثم أنتج ثورة أكتوبر التي أنتجت بهذه الظروف وكانت مهمة هذه الحكومة وبيطلب من كل الشركاء بالعملية السياسية هدف واحد هي التأسيس لانتخابات نزيهة عادلة ومطلوب من رئيس وزراء أي طلب آخر حتى لا يتحمل المسؤولية قبلت المسؤولية من أجل عيون العراقيين ومن أجل أهنة وتقبلت التحدي وأسسنا لانتخابات نزيهة عادلة باحتراف الجميع واليوم يجب أن نعترف أن البلد مر بظروف معقدة وصعبة لكن هذا ظروف مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يصنع ثقافة ثقافة اليأس والإحباط وجلد الذات والمؤسف لأنه بعض القوى السياسية وبعض المؤسسات الإعلامية التابعة لهذه القوى السياسية تقوم بهذا الترويج جلد الذات وكأنما العراق في نهاية الدنيا نعم أقوى مشكلة سياسية أقوى انسداد سياسي وعندنا ظروف صعبة ولكن هذه عملية الديمقراطية الفتية دائما تمر بإزمات وبمراحل معقدة في التأسيس ولكن هذا لا يعني نقبل بظروف الحالية أو بالانسداد السياسي لا نقبل أن نشوف بلدنا يكون بهذا الظرف ونبقى متفرجين بكل تأكيد هذا الانسداد يؤثر على أداء الحكومة ويؤثر على أداء الدولة ويؤثر على معنويات المواطنين فيجب أن نبحث عن حل نحتاج أن نفكر بالمستقبل نعم هناك إزمة سياسية كما ذكرت والبعض أريد أن نحل مشاكل البلد بطريقة شعبوية ورد الفعل شفت التجارب الشعبوية وين وصلت دول العالم الدولة لا تبنى برد الأفعال الدولة تبنى بالرؤية متكاملة تنموية وهذه الحكومة تمتلك هذه الرؤية ونجحنا بتطبيق البعض منها وقول بكل صراحة هل الحكومة تمتلك هذه الرؤية في مختلف المجالات وقدمت المشاريع والأصلاحات ونجح نجاح باهر في كثير من المشاريع وفي نفس الوقت لاقت بعض المشاريع نجاح بسيط والبعض احتاج كثير من وقت يجب أن نصنع فرصة للأمل وهناك من يحاول في كل فترة يطلع على الحكومة ويحملها فشل أخطاء السابقين اليوم سبعة بالشهر سبعة وزيران تكون هذه الحكومة قد أكملت عمرها سنتين سنتين بظروف تعرفوها البعض يحملها أخطاء أصبع وطع سنة أصبع وطع سنة وثمانطع سنة من سول دارة والطائفية والمذهبية وتحت عنوين مكونات وأقولكم بكل صراحة في العراق الحديث عن وجود محاصة طائفة كذب الحقيقة موجودة هي محاصة حزبية تحت عنوان المكون أرجع أقول البعض يحاول أن يحمل حكومة فشل سنين لماذا هذه الازدواجية؟ الدولة تتحمل مسؤوليتها الجميع مؤسسات الدولة الجهاز التنفيذي والتشريعي والرئاسات وحتى المجتمع المدني فهي علاقة تكاملة بين الجميع تحميل حكومة خلال فشل في اجدواجه وفي عدم أنصاف والبعض يحاول أن يستغل بعض الظروف ويروج لوضع أمني سيئ أنا أسأل قبل سنين كيف كان وضع الأمني وكيف اليوم؟ دعنا نتذكر الذاكرة مهمة نعم هناك محاولات من قبل جماعة الرهابية للحصول على موضع قدم أو على خبر إعلامي مقابل هناك العشرات من العمليات يومياً ضد الجماعة الرهابية وقبل أشهر حصلت عملية كان يقودها جهاز مكافة أرهاب البطل في الموصل وقتل 45 أرهابي بعملية واحدة يومياً عندنا عمليات ضد الجماعة الرهابية ولكن هناك من يحاول يروج لوضع أمني سيئ نعم هناك محاولات لقتل مدنيين من قبل هذه الجماعات الحصول على خبر إعلامي يتيم مقابل هذا كما ذكرت المتاجرة بدم عراقيين معيب وغير مقبول نعم للأسف الشديد هناك من يحاول يتاجر بالملف الأمني يوم أمس كانت هناك عملية استباقية لجزادة أمنية في منطقة الطارمية ولقنا أن نتقبض على بعض قادة التنظيم الرهابي داعش هل نفكر بعمليات وفي رمضان الماضي نجحة الجزادة الأمنية بثلاثة عملية استباقية بمنع محاولات الانتحاريين وقال رمضان الماضي أفضل شهر رمضان منذ عام 2003 لحد الآن بعد موجود عمليات لهذه الجماعات أرجع أقول من نريد أن نين من جهود أبنانا جيشنا البطل الحج الشعبي البطل أجز الأمنية في دحر الارهاب والنيل منهم لكي يحصل على مكسب سياسي أو لايك على الفيسبوك عيب لما العراقين ليس رخيصة العراقين يستحقون حفظ كرامتهم وحفظ مستقبلهم يجب علينا أن نعمل بإخلاص لهذا الوطن وعيب علينا أن نختلف بعنوان محدد لتصفية حسابها السياسية العراقين لا يستحقون العراقين يستحقون أكثر والعراق دولة محورية مهمة تحتاج سمعتها الخارجية تكون تليق بتاريخ عراق وبسمعة عراق أنا أفرح من أشوف في السباح لجانب بعد ما رفعنا التنشيرات على كثير من دول بغداد ونشرنا في لام فيديو عن تجربتهم في العراق ويفتقرون بها ونقرون صورة أكس الصورة روج لها بعض العراقيين مع الأسف الشديد يجب أن نكون صريحين أن الوضع عمني في تحسن السيد الوزير الداخلية الرجل المحترم طلع ذاقنا في مقابلة في زونية وتكلم عن أنه عنده تكبل في بعض القضائم يقدر يتحرق قطاعات ليحكيها بطريقة عفوية وبطريقة شفافة نعم عندنا مشكلة في مساحات العمل الأمني في العراق ونحاول يعالجها المؤسف لأحد الوزراء السابقين يطرح في التفزيون ويطلح في أكثر من موقع وينكل بالوزير وفرحان كأنه ما عنده عرز والله عظيم عيب الرجل تكلم عن مشكلة فنية وأحب أذكر خلال الوزير اللي فرحان بالشماتة بمسؤول العراقي أقول العمليات المشتركة هي ليس صنع المصطفى الكاظمي عمليات المشتركة عمرها صال أقصر مطنعة السنة فتصفة عسابات تحتاج لها فروسية الخلاف السياسي يحتاج فروسية ويحتاج أخلاق فنحتاج أن لا نروج لأكاذيب أطمئن الناس للبشارة وأقول لهم بكل صراحة أخوانكم يعملون ليلة نهار في الأجهزة المنية لحمايتكم وتوفير الأمن أنا أطلع يوميا في بغداد أطلع يوميا وبطريقة خاصة أبوع الناس أشوف ملاحظات سلبية كثيرة وأشوف بعض الحالات إيجابية السلبية نحاول نتابعها والإيجابة نحاول أن نحمي أنا أذكر على الوضع الأمني الحدود العراقية السورية وين كانت منذ عام 2003 لحد أشهر ماضية الحدود العراقية السورية حدود سائبة عبور للجماعة الرهابية المخدرات قطاع الطرق والتهريب الآن الحدود العراقية السورية أكثر أمنا أنا شخصيا ذهبت وتابعت موضوع السياج الأمني حققنا بنسبة نجاز كبيرة بقط مساحات صغيرة سوف نكملها من أجل ضبط الحدود العراقية السورية حدود اليوم مضبوطة بشكل كبير ونعمل ليل نهار من أجل ضبطها أكثر ومنأ التهريب وعبور للرهابين قبل أيام سمعت كان ألكو خلل حقيقي في وزاة التربية موضوع تسريب الأسلة وهذا شيء معيب في بلد أول من صنع به الكلمة أن يكون مسؤول التعليم بهذا المستوى حاصة تعمل تسريب للأسلة الامتحانية طلاب الثالث متوسط وطلبت أن يكون هناك تحقيق ومع الاسف شديد وزاة التربية لم تكن بمستوى التحقيق وطلبت من جهاز الأمن الوطني أن يكون أضو بلجة التحقيقية والحمد لله والشكر ألقينا القبض على خمسة أشخاص الآن موجودين بالسجن أرجع أقول واليوم في اجتمع المسوزرات تكلمت مع الوزير وقلت له بكل صراحة أداء وزارة كان سيء جدا ورد الفعل المعاجه كان سيء أسوأ الحمد لله وشكر القينا قبض على خمس منظفين كبار والتحقيق ما زال شاري وكانت نوافع تسريب واضح خلق بلبلة ليس مادي أو شيء آخر تسريب أصبحت ظاهرة معلسف شديد منذ خمس طعال سنة في كل سنة تسريب لكن لماذا لا يوجد هذه ضجة هذا ليس معنى الفعل المقبول بكل تأكيد لا أنا أريد أن توضح حجم الافتراء واستغلال الظروف لمنع نجاح لهذه حكومة حتى لا يقع أن حكومة مستقلين وحكومة مدنيين نجحت في العراق مع كل هذا أنا بداية حديثة اعتذرت معتكم وقدتكم مجغول وكذلك أردت على المناكفات السياسية المناكفات غير مسموح فيها فاطمنوا مقابل هذه الصورة السلبية في التعليم أو في التربية هناك صور إيجابية قبل أيام أخذنا قرار واطلقنا الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق عام 20-22 إلى عام 20-31 كخطوة أولى لوضع اللمسات الأولى لتربية بمستوى يديق بمستوى العالم وليق بمستوى العراقيين بعد أيام سوف نضع حجر أساس لبناء أول ألف مدرسة ضمن التفاقية الصينية العراقية خلال أيام هذا الوعود كان يسمعه العراقيين منذ مصطعة السنة تذكرون مدارس الطين ومدارس الحديد وتشينكو تحت مشاريع الإصلاح في التربية في العراق في الحكومات السابقة أنا المسعدة أخذكم ويايا وتشوفون أنفسكم أول ألف مدرسة خلال أيام القادمة سوف نضع حجر أساس لها وتكون الدفعة الأولى من مشروع لأكثر من 12 ألف مدرسة في العراق في السنين القادمة ما نحتاجه اليوم كذلك إلى تطوير المناهج العلمية في العراق المناهج العلمية تليق بالحاضر وفي كافة المراحل المناهج تحتاج تغيير في الشكل والمضمون من أجل أن يكون عراق يواكب تطور في الأساليب العلمية التربوية وعلى مستوى العالم هذه العملية تحتاج دعم وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة ليس من اختصاص الوزراء ولكن من اختصاص المؤسسات والوزارات المعنية وهل الاختصاص هذا النهوض يمكن تحقق بدون تخطيط ويجب أن نخطط لهذا الموضوع هم ملف آخر حساس هو ملف الكهرباء هذا ملف الشائك والمعقد بتحديات اليوم أنا أول مجيت ذهبت إلى وزارة الكهرباء أول سؤال 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 ماذا تفكرون تصنعون الطاقة الكهرباء العراق الجواب لا يوجد التخطيط لا يوجد وهذه السنين الماضية كانت تبنى المحطات الكهربائية بطريقة عبثية بدون التخطيط وبدون علم ولهذا السبب لهم عند نزمة كهرباء حقيقية في العراق الصيف الماضي كل محاولات الأرهابيين ومحاولات بعض الجماعات تفجير الأبراج ومحاولات تفجير بعض المحطات انجحنا بالوصول إلى 21 ألف ميجا واط اليوم نحن عندنا قل بسبب انقطاع الغاز الإيراني عن عراق وبسبب ديون تطلب بها إيران العراق هذه الديون يجب نكون واضح بيكم ديون سابق ليس بها الحكومة هذه الحكومة التزمت بالمليم بتوفير الأموال الإيرانية وإيران حقها قل لك أنا نطيق غاز ونطيق كهربار الفلوسي شوان أنا مشي مؤساتي مع كل هذا هذه الحكومة وفرت كل المبالغ المالية لم نتأخر يوم ما حدث الدفوعات ولحد الآن لكن يوجد ديون ما قبل عام 2020 إيران طالب بيها فتم قطع الغاز والآن هناك جو سيء أو إمكانيات قاعدة أثر على تجهيز الطاقة الكهربائية ولكن الأخوان في جمهور الإسلامية وعدونا يحلون الموضوع ويرجعون احتياجاتنا من الغاز بالأيام المقبلة أرجع أقول واحدة من المشاكل التي صارت بتأخير الدفوعات كذلك هو ما عد موازنة وقانون الأمن الغذائي قدمنا لتوفير الكهرباء والبطاقة التموينية ودفع الفلاحين مع الأسف الشديد شفتوا الصراع الصارع عالية ولم يتم التمريغة أتمنى يتمرر في أسرع وقت لكي ندفع التزامات المالية بخص الكهرباء نعمل على زيادة الطاقة الكهربائية وإيجاد بدائل من غير معقول تبني محطات تعتمد على الغاز وتم عنده غاز شنوها المعادلة الرياضية ما فهمها شنو نجيب غاز ولهذا غيرنا اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة سوف نذهب إلى الطاقة البديلة الطاقة الشمسية وكذلك المحطات الحرارية وكذلك الربط مع دول الجوار وعندنا مشاريع ربط مع دول الخليج مع المملكة العربية السعودية ومع تركيا ومع الأردن ومصر من أجل توفير غاز لحد من وصل لمرحلة يكون عندنا اكتفاة ذاتي عندنا مشكلة مع أوروبا في الغاز العفوام بالكهرباء بسبب الحرب مع بين أقران وروسيا أسعار الطاقة غالية في أوروبا فوصلنا إلى أسعار معقولة وسوف نستورد الكهرباء عن طريق أوروبا عن طريق تركيا ووقعنا اتفاقات في هذا المجال بالإضافة إلى كما ذكرت لكم الربط مع دول أجوال بات ضروريا أن يكون اليوم ملف الكهرباء لا يسيس ولا يستخدم لأغراض سياسية معيب أخلاقيا معاناة الناس تستغل بهذه الطريقة النقطة الأخرى يجب أن نحترف بها يجب تكون علاقتك بين المواطن والدولة المواطن يحتاج يشارك بالقرار ويحتاج أن يقوم بواجبة في توفير أو منع تجاوزات على الشبك الوطني لدفعون الفواتير فقط 5% 5% دفعون الفواتير والباقي يشكل هذه ظاهرة حقيقة تأثر على الانتاجية الكلفة الكومية لهذه الظاهرة التأخير عن سداد الفواتير تصل إلى 10 مليار دولار قبله كبير جدا نعم هناك فائض وداما الناس تسأل وين فلوس النفط نعم عندنا فائض مبالغ جيدة جدا ولكن هذا الفائض يحتاج لقانون ينصروا به لا يمكن صدام عسين يأتي وقع كيف ويطلق قبل الله ما ما كو لان نحتاج قانون موازنة 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 كو الحكومة صار سنتيا في عام 20 ما موازنة موازنة فقط موازنة 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 فهناك محاولات جدية لعاقة أي شيء تقوم به هذه الحكومة الموضوع الآخر مهم أحب أتكلم به هو موضوع العلاقات الخارجية اليوم العراق أصبح محطة أو نقطة التقاء لكثير من الدول العراق موقعة استراتيجي ثروات طبيعة البشر موجودين بي كلها الساعد بين العراق العبدور مهم في المنطقة وفي العالم العراق في السنطين كان أقرب لها دولة شبه محزولة في علاقات أزمة مع العراق اليوم استعادنا علاقات العراق مع كثير من دول المنطقة ودول العالم يوم أمس كان وزير خارجية الأردن مصري جوي سوية هذا لم يكن تصل في السابق وكان عندنا ملتقى بغداد للتعاون الذي حضره زعماء مهمين من دول العالم واليوم بغداد مدينة السلام هي نقطة التقاء ولتخفيف التوترات والمصالحات هناك خمس محاولات لتصفية خلافات بين بعض دول حصلت في بغداد أنتم عرفتم وسمعتم عن الحوار الإيراني السعودي بكل تأكيد ولكن محاولات أخرى ونجحت كلها نجحت الحمد لله وشكر كلها نجحت ومعلننا عنها لسبب سيط احتراما لطبيعة الدور السري الذي يقوم بالعراق في العراق صفح نقطة للالتقاء ونقطة لتخفيف التوترات في المنطقة وهذه بين عكاسات الوضع الاقتصادي العراقي وبها عكاسات على استقرار الوضع الأمني الجميع بدأ يتق بالعراق وبدور العراق هذه مهمة جدا والعراق بدأ يلعب دور في مساعدة بعض الدول لعبور بعض المحن الموجودة الموضوع الآخر المهم أحب أن أتكلم به الملف الاقتصادي وهذا ملف مهم جدا وارجع أقول قبل مجال حكومة الاقتصاد العراقي كان على حافة للنهيار وبداية النهيار يجينا ما عندنا رواتب ندفع رواتب ما شات عندنا ندفع ولهذا أوزار قمز بها لدات المتقاعدين حتى طمن المتقاعدين سوف ندفع لكم الموال ودفعناها الحمد لله وشكر السبب هو السياسة الخاطئة الكارثية بداية الاقتصاد العراقي العراقية احتمت فقط على النفط 96% حتى دول غنية هذه السعودية الإمارات هذه السياسة الخاطئة السياسة الكسولة المسؤولة يأتي يقول لك هل عندي نفط أبيع وانطي وبعضي أسعر نفطه من النهار شيف نصار بناه احتاج شهريا قريبا تقريبا عفوا 7 مليار دولار لتمشي تمر الدولة والرواتب منصار تسعر النفط عندي تطيني بالشهر مليار دولار مليجي بالستة فالاعتماد على النفط المطلق سياسة خاطئة ولم تكن هناك رؤية واضحة عند كل حكومات ولهذا أطلقنا مشروع إصلاحي هي الورقة البيضاء والكل انتقدها هم رجعنا قدمها الكاظم وقدمها فهذه ورقة فاش لدن الحمد لله وشكرا هذه ورقة هي التي أنقذتنا من وضع السيء واليوم تقارير البنك الدولي وصندوق النقط كلها تبين أن العراق في بدايات الدول الأسرع نموا في الشرق الأوسط وحتى في المراتب الأولى في النمو في العالم الورقة البيضاء هي ورقة إصلاح لم يكن هناك إصلاح في الاقتصاق منذ فتة طويلة جدا منذ عشرات السنين فهذه ورقة كانت ورقة جريئة وتمنى الحكومة القادمة أن تحتفظ بمنهجية هذه الورقة للحفظ على الاقتصاد العراقي الحكومات الماضمة توفر فرص عمل للمواطنين وكانت هناك فوضى في التعينات في العراق ولم تعطي مجال إلى القطاع الخاص فكانت هناك مشكلة كبيرة أثرت على الواقع الاقتصادي العراقي هذه الزيادة الكبيرة في عدد الموظفي الدول العراقية بطريقة شعبوية عبثية أنهيكت الاقتصاد العراقي وآثار ستكون طويلة ولكن نحتاج نعالجها وقو حلول ترى مشاكلنا كلها محلولة سهلة إذا وجدت الإرادة والتعاون ما يقوم مشكلة ما تنحل قلنا عن ثقة مشاكلنا أسهل من مشاكل كثير من دول العالم ولكن تحتاج إرادة حقيقية وصدق وتعاون وإيمان بالناس وإيمان بالمصالح الحزبية الضيقة لحساب المواطنين في هذا القطاع منذ عام 2004 إلى عام 2019 نسبة الزيادة بمنظفي الدول العراقية زادت 400% وهي أعلى نسبة بالعالم لا يوجد دولة بالعالم أعطى الموظفين مثل الدولة العراقية وهذه ساعدت بأن يصبح على الموظفين يوم تقريباً 4.5 مليون هذا الأثر على الاقتصال العراقي في حين القطاع الخاص المطلوب عنده يلعب هذا الدور وبضمانات الموظفين أن القطاع الخاص الحقوق مضمونة حال حال الموظف بالدولة وما أزيل من حجب مشكلة غياب مبادئ العدالة في التوظيف أنا أرى طباء اختصاص هو مختص وصل لـ 12 سنة باقتصاصه أسأل أسأل هل قد راتبك يقول لي مليونين وألقي موظف ممخض الصالس إعدادي في أحد الرئاسات راتبة مليونين وإن أعدالة وأخجل من الطباء حقيقة أن أرى الخريجين أسألهم أزورهم من المستشفيات راتبهم مقلب المليون في أول تعينه المطلوب أن يعالج مبدأ العدالة في الرواتب الحكومة شهريا ملتزمة بدفع خمسة مليار دولار تقريبا رواتب شهريا رواتب موظفين ومتقاعدين وفئات محدودة وكذلك ملتزمين بدفع 2 مليار دولار مصاريف تشغيلية وبالنتيجة شهريا 7 مليار دولار سنويا 84 مليار دولار وهذا يشكل أبع الموازنة يشكل ثلثيا لموازنة عراقية وين استثمارية وين البناء وين الطرق مع كل هذا أرجع أقول يمكن توفير الأموال بعادة حسابات بسيطة وعادة خطة للتنمية جديدة كما ذكرت مع كل هذا أهل حكومة قامت ببعض الإصلاحات وأنتجت وضع جديد نمو بنسبة 9 فارسة خمسة حسب التقارير صندوق النقد الدولي ويشار كذلك لأن العراق أسرع الدول في المحيط العربي هناك مشاريع أخرى الحكومة العراقية ساعدت في دعمها أنا جيت كان احتياطنا في البنك المركزي قريبا 50 مليار 49 فارسة ثمانية اليوم بعد سنتين بالضبط على عمر هذه الحكومة احتياطنا في البنك المركزي 76 مليار دولار وهذا أسرع نمو للاحتياط في تاريخ العراق وفي نهاية السنة أواعدكم إذا مشت الأمور بهذه الظروف وبهذه الطريقة أن يكون احتياطنا قريبا 90 مليار دولار ويكون أقرركم في تاريخ العراق هناك مشاريع تنموية أخرى قامت في حكم العراقية ضمن الورقة البيضاء عندنا فئة مهمة فقيرة من العراقيين وفئة مهمة من عوالي الشهداء والمعاقين ومعاتهم كان يحصلون على البيت فطرحنا مشروع داري هو عبارة عن مشروع توزيع قطع أراضي عن طريق احتساب نقاط للمواطنين بدون تدخل بدون مواسطات وأسسنا نظام الإلكتروني وقدموا علي أكثر من 3 ملايين مواطن تقريبا قبل ونطبق عن مشروط قريبا تقريبا نص مليون أو أكثر اللي سيحصلون على قطع أراضي قريبا حدود 300 ألف واحد خلال السابيع القادمة حولنا المشروع من قطع أرض إلى دور وطأة الكلفة والحكومة توفر الأموال لهذه الشريحة من الناس بالإضافة لأن تكون المناطق مخدومة بيها إنترنت ومجاري وكهرباء وبيها مدارس وتم بني بصورة عصرية مدن حديثة وهذا نموذج عن السند الإلكتروني المواطنة يحصل على هذا السند في الفترة الأولى وخلال أشهر بعدها قليلة يحصل على السند النهائي بعد ما يكون فرز كامل للأراضي هذه نموذج المشاريع التي نقوم بها هناك جهود مختلفة قامت في الحكومة في مجالات الطرق وكذلك بناء الخط الحولي حول العاصمة بغداد حول العاصمة بغداد هناك ازدحامات فكرنا كيف نحن لها قعدنا صالنا تقريبا سنة وصلنا نتيجة لبناء خط حول بغداد وكذلك متابعة الطرق الخارجي لدينا مشاكل كثيرة بها وحطينا خطة خط بغداد الحلة صارت لها إلى صيانة وانا شخصين ذهبت إلى متابعة افتتاحها والبعض انتقد رئيس وزراء انه يدخل في الجزيات نعم ادخل بالجزيات اذا ادخل ادخل بالجزيات اكو كثير من القضايا تتعطل في موضوع الزراعة الزراعة مهمة جدا في العراق والعراق كان سابقا لدولة زراعية ويساهم في قطاع مهم في التصدير ولكن معلسف الشديد اليوم العراق اصبح فقط مستورد بكل شيء بالزراعة واحتنا اهتمام كبير بهذا القطاع وكانت النتيجة للسياسات السابقة افتقار العراق للامن الغذائي من خلنا مهنة الان انه خطة مهمة وضعناها تحت عنوان الورق الخضراء لمتابعة الاصلاح الزراعي وملف الزراعة في العراق العراق اعتمد على النفط بنسبة كبيرة من ارادات ايجب انه اعتمد بالمستقبل على الزراعة العراق بخيرات وبما وبمناطق الزراعي ممكن استفادها من عدها اليوم استحقاقات الفلاحيين تدفع بالكامل بعد عشر ايام من تسليم المادة ما تستلم استحقاقاتها واطل من اي فلاح تتأخر على الدفاعات يتصل بالمكتب مباشرة انا اتابع ملفه هذا قطاع مهم واجب ان نعيد احياءه بطريقة جيدة بالرغم من البعض يجي يمن او بالاعلام يدافع عن الفلاح ويجي بغرفات خاصة يقول يشطون الفلاح على السعر الغالي خب يستولدوا ارخص لا ندعم الفلاح الراقي من اجل عين الفلاحين ودعمها القطاع يجب ان اخذ قرارات صعبة انا مشروع اخر مهتمين به هو دعم القطاع الفلاحين قد دعم الحكومة بنسبة 5% الاسمدة ودعم المبيدات وكذلك الماكنات الزراعية بنسبة 50% بالسعر اقل ننطيها الان هذا السعر معنسف الشديد مع غياب الموازنة وقانون الغذائي انخفض الى 35% مجرد ما تحقق مشروع الموازنة او قانون امن الغذائي سنحاول ايجاد حل وعادة السعار الى تخفيضات الى نسبة 50% هناك افكار اطرحة بعض الفرقات السياسية اختلفوا ميوانا ولكن نشوف خالي الافكار تستحق الى حتام ندرسها ونتبناها ونساعدهم بها الملف الاخير هو ملف المياه والمناخ خالي المشكلة عالمية ومشكلة يعاني مع العراق والمنطقة بالعراق الفرق ان الحكومات السابقة لم تهتم بهذا القطاع ابدا فبدا يتأثر تركيا انتفت هذا الملف وانتفت وحتى الدول مرت بظروف مثل ظروفنا لكن اهتمت بها الملف وعالجتها العراق عندنا شحة بالمياه اقول ان بيكون صراحة شحة بالمياه سببها عدم وجود مشاريع وقائية لهذا السبب الان عندنا مشروع رح نتمنى بيجاد المنطقة الخضراء والسياج الاخضر في عمو العراق هناك مشروع الشيقة الاوسط الاخضر السعولية ستتبرع للعراق مجموعة كبيرة من الاججار بزراعتها وكذلك سوف نعمل مع المساد دولية لتوفير الحلول لموضوع المناخ هذه باختصار بعض الغضايا حبيت شارك وياكم وانا جاهز استماع الى بعض الاسئلة دولة دولة الرئيس رئيس الوزراء العراق عموما يقود الدولة مجتمعا مع وزراء ضمن الحكومة ويقودها منفردا كقائد عام القوات المسلحة قرار المحكمة الاتحادية بتحديد دور الحكومة دستوريا ويعادة تفسيرة بانها حكومة تصريف اعمال يومية هل يشمل ذلك قيادة القوات المسلحة بهذا القرار وهل يمكن أن يكون لقائد عام القوات المسلحة أو قائد قوات مسلحة بدون صلاحيات قرار المحكمة طبعا قرار محترم نحترم رغم الاجتهادات الموجودة بي ولكن بكل تأكيد قرار المحكمة كان واضح جدا كل شيء ما يمس حياة المواطن يومية تستطيع أن تقوم به الحكومة فيما خص الكهرباء الغداء وكذلك أمن المواطنين فالموضوع واضح هناك تفسيرات من البعض إذا كب الحكومة ولكن بكل وضوح أعتقد قرار المحكمة كان واضح لم يأتي بشيء جديد النظام الداخلي مجلس وزراء واضح ما هي مهام حكومة تصريف الأعمال ومن ضمنها القادر العام قد مسلحة لا الحق الكامل بإدارة قوات المسلحة العراقية أطمئن هذه تفسيرات للبعض المحكمة كانت واضحة ونقلنا بكل وضوح نحت المقرار المحكمة منطبقة وكان واضح عبارات واضحة جدا كل شيء ما يخص حياة المواطن اليومية الحكومة تصريعا تقوم به يسل لور الخوري من وكالة الأنباء الفرنسية مكتب ضغداد ايكي ايوز مكتب ضغداد لدينا الكثير من المحكمة التي يحدث لأيك جرماليس لكن أنا أحب أن بالشق الداخلي بداية بالنسبة لتقرير حديث لبعث مساعدة العراق في الأمم المتحدة بالتعاون مع فريق مفوضية حقوق الإنسان واللي صدر مؤخرا في الأيام القليلة وبيقول هذا التقرير يتحدث عن مناخ من الترهيب والخوف في العراق إذا ناشطين أو أشخاص يطالبون بالمسائلة عن بعض القضايا التي حصلت في الماضي نحن كلنا نعرف أنه كانت من وعود حكومتكم الكريمة تقدم بهذا الملف ولكن يمكن هذا التقرير يضحط شوي هذا التقدم فشو رأيكم بهذا الموضوع هل لابد من تقدم ربما في المستقبل الشق الآخر لحضرتكم طرحته بالنسبة لموضوع مفاوضات السعودية الإيرانية في العاصمة بغداد هل نتوقع ربما مفاوضات في المستقبل القريب وعلى مستويات أعلى برعايتكم وما ما موقفكم ما رأيكم ربما من وجهة نظر العراق في هذه المفاوضات هل تجدون تقدما أم لا وشكرا بالنسبة للشق السؤال أول نحن نحترم أي تقرير يصدر من صحافة عراقية عالمية أو مؤسسات حقوقية فيما يخص حقوق الإنسان بكل تأكيد حصلنا على مجموعة معلومات قد حقق فيها وكذلك أجبنا للمظامات أن تكون هناك مصداقية لبعض التقارير وبعض المعلومات تكون دقيقة حققنا ببعض التقارير تأكدنا أنهم معلومات مبالغ بها وبعض هناك معلومات ترتقي إلى الصحة وفاتحين فيها تحقيق لتأكد من عدم تكرار هذه التجاوزات بالنسبة إلى الحوارات السعودية الإيرانية بكل تأكيد العراق يعمل بكل جدية تقريب المسافات والمسافات الحمد لله شكر أصبحت قريبة وننتظر الجولات القادمة كيف سوف نصل إلى النتيجة تكون علاقات قد عادت إلى توضعها الطبيعي شكرا رئيس في البداية مساء الخير سامر كوبيسي مرسل العربية والحدث في بغداد ملف الكهرباء الملف القديم الجديد يتجدد مع كل صيف هل في حال تم إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب هل سيتم حل هذا الموضوع على الأقل في هذا الصيف تحدثم في وقت سابق بأن بوصلة العراق تتجه يمينا وشمالا ويسارا وغربا وشرقا من أجل حل ملف الكهرباء من خلال طبعا الربط الكهربائي أو حتى الغاز البوصلة كانت تتجه إلى المملكة العربية السعودية إلى أين وصل الربط الكهربائي وحتى ملف الغاز مع المملكة العربية السعودية شكرا جزيلا بالنسبة للملف الكهرباء بكل تأكيد نحتاج الأموال لتوفير الغاز والكهرباء ودفع الالتزامات المالية فيما يخص الربط الخليجي نحن وقعنا التفاقيات ومستمرين به وإن شاء الله في عام 2023 تبين نتائج هذا الربط في العراق العراق سيكون مستفيد من مرحلتين مرحلة يكون احتياجاتها توفرة ومرها يكون ممر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا عن طريق الحدود العراقية والأراضي العراقية السلام عليكم دولة الرئيس قاسم من مكالة أسوشيات بريس دولة الرئيس أعيدي السؤال بما يخص الحوارات السعودية الإيرانية هل ممكن يعني أن نعرف أنه هل حصل فعلا تقدم ولماذا تتجدد الجلسات إذا كان هناك تقدم وذكرت بالإجاز هناك خمس دول أيضا حصل في العراق طفا قريبا إن شاء الله نسمع أخبار طيبة فيما يخص العلاقات الإيرانية السعودية وهذا في انعكاس لاستقرار المنطقة وفي انعكاس كبير على الوضع في العراق بالخصوص السعودية وإيران جارتين مهمتين إلى العراق تحية تحية طيبة دولة الرئيس محمد سعد قناة الشرقية نيوز يعني ذكرت من خلال حديث عن مكانة العاصمة العراقية بغداد نتحدث عن ماذا جرى في أمانة بغداد حرصت على متابعة هذا القرار ما هي الإجراءات هل هناك إجراءات أخرى حول العاصمة بغداد لأن اليوم تمثل الواجهة الحقيقية للبلاد شكرا طبعا هذا السؤال بشوية وجع حقيقة يحس في قلبي أنه ظروف سياسية والتحديات الاقتصادية خلتنا نسلم لأمانة لدارة بغداد لم يكن بمستوى المسؤولية أقولها بيقول صراحة اكتشفنا أكون خلل كبير في أمانة بغداد والآن أنا شخصيا مع وجود أمين جديد وكالة مباشر يوميا بالتقارير بمتابعة بعض الملفات في عادة أحياء بغداد ووال مشروع بدينا مشروع حديقة الأمة ونصب ساحة التحرير لاتروني الآن ترون المسألات موجودة اسكلات وموجودة عملية أعمار لهذه المنطقة ثم الانطلاق إلى الأحياء القريبة وكذلك عملية التنظيف أنا شخصيا كنت تتابع مناطق كبيرة في بغداد في عملية التنظيف وزالة النفايات فإن شاء الله وعد أنه بغداد ستكون أجمل وأجمل في العيام القادمة ردوان مرتضى من صحافي ومخرج من منصة المحطة من لبنان بداية كنت أعتقد أن السياسة في لبنان أكثر تعقيدا لكن عندما جئت إلى العراق بدلت رأيي لذا لن أحدثك بالسياسة كان يقال عن العراق أنها أرض السواد أطلق عليها هذه التسمية الفاتحون نسبة للمحاصيل الزراعية التي كانت تنتشر حول الأنهار ومنها أخذ هذه التسمية لثلاثيته عبد الرحمن منيث اليوم بحسب التقارير العراق تعاني من الجفاف سبعين بالمئة من الأراضي جفت يحكى أنه خلال العقود الثلاثة المقبلة سيكون هناك ثلاثمائة يوم في السنة عواصف رملية وغبار لماذا لا يؤخذ الوضع وضع المناخ على محمل الجد أكثر ولا يكون أولوية على اعتبار أن هذا الخطر يتهددنا ويتهدد الأجيال المقبلة ويتهدد فرص الحياة في العراق ويكون في 300 يوم غبار في السنة أنا ذكرت قبل قليل عندنا ورقة سميناها الورقة الخضراء هذه ورقة هي مبادرة لإحياء الزراعة وكذلك معالجة التأثيرات المناخية التي يمر بها العالم والمنطقة عندنا مشروع العراق سيكون جزء من المشروع الشرق الأوسط والأخضر وكذلك عندنا مشروع خاص ننتظر عن طريق مجلس وزعلانها قريبا فيما يخص المساحات الخضراء ودعم الفلاحين لأنه هذا الحل الوحيد لمعالجة التأثيرات المناخية ومن ثم توفير أمن غذائي وكذلك توفير مال إضافة للحكومة العراقية بكل تأكيد سوف نعمل بهذا الموضوع أشكركم جزيلا شكر على حضوركم ومجودكم وأتمنى لكم كل التوفيق سؤال أخير للجزيرة أشكرك على السؤال الأخير فيه موضوع مهم جدا يعني جنابك وفلت على الحديث عنه وأيضا لم يتناول من قبل زمالاء الصحفين هناك وفد من أربيل وصل إلى بغداد يوم أمس هناك خلافات عميقة بين الطرفين على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان كيف ستتعاطى حكومتكم مع هذا الموضوع كيف سيمكن حل الخلافات بين الطرفين في وجود قرار من المحكمة الاتحادية قرار غير قابل للطعن ولا قابل للتمييز شكرا لزيلا من الطبيعي يصبح هناك اجتهادات عندما يكون هناك وجهة نظر متعددة المحكمة التحادية حاكمت وهي أعلى محكمة في العراق وحكومها ملزم الآن مرطوم من حكومة التحادية وحكومة القليم الجلوس سوية والبحث عن حلول واقعية تكون لمصلحة الجميع يجب أن نبني عناصر الثقة وحسن الظن بكل الفريقين حتى نبحث عن حلول الآن متفائل سوف نجد حل وأقولها بكل صراحة الحلول مع القليم في هذا الموضوع نحن حالين تقريبا 90% من عنده عندنا حلول وقع 10% عندنا اجتهادات واختلافات فيها سوف نبحث عن حللها قريبا إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا